السلام عليكم متابعي قناة توب تين عرب في حلقة جديدة ماذا تفعلون عادة إن أحسستم بألم على مستوى الرأس تأخذون حبة دواء تدلكون الصدغين الحل الأخير كثيرا ما يكون الأكثر اعتمدا من طرف أشخاص من مختلف أنحاء العالم لكن ما قد تجهلونه أن أجسادنا تحتوي على الكثير من النقاط والمناطق التي يفيد تدليكها في إراحة الجسد وفي حلقة اليوم سنشارككم مجموعة منها لكن قبل ذلك نحذركم من الضغط عليها أو تدلكها بقوة لأن ذلك قد يحدث آثارا عكسية ومن الأحسن اعتماد القدر المناسب من القوة من أجل الحصول على النتائج المرجوة العين الثالثة يينغ تانغ وهي من أشهر نقاط الضغط وتوجد أسفل جبهة بين العينين ويمكن الاستفادة منها عبر الضغط عليها أو تدلكها خاصة إن استمر الأمر لدقيقة كاملة مع التركيز على التنفس العميق تدليك العين الثالثة لا ينفع فقط لتخلص من ألم الرأس أو من التوتر بل ينفع كذلك لبلغ مرحلة عالية من الرحة النفسية ما سيعالج الأراق ويكسب الشخص صحة جيدة بل قد ينفع كذلك من يعاني من الاحتقان أو من بعض المشاكل في الجيوب الأنفية ولمن يهمهم مظهرهم الخارجي فتدليك العين الثالثة يساعد في تحفيز الغد النخامية وهو ما سينعكس إيجابيا على صحة البشرة ويساعد التخلص من كثير من مشاكلها خيزاران التنقيب صحيحا الإسم قد يبدو غريبا جدا وقد لا يبدو ذا علاقة بالعلاج الطبيعي عبر التدليك فالتنقيب من أواخر ما قد يفكر فيه من يريد الشعور بالرحة لكن تدليك هذه النقطة مفيد جدا وهي متواجدة بين محجر العين وبداية الحاجب انطلاقا من الأنف إن بدأتم الإحساس بإمكانية إصابتكم بالزكام أو باحتقان الأنف يستخدموا السببتين للضغط على المنطقتين لدقيقة من الزمن أو ما يقاربها وبفعلكم هذا ستخفضون الضغط على جيوبكم الأنفية كما ستساعدونها على تفريغ محتوياتها ما سيريحها ويساعدها على التعامل مع الاحتقان الذي تعاني منه كما أن الضغط على المنطقتين قد يفيد أيضا في التعامل مع صدع اكتساب الراحة مواجهة التعب ومحاربة التوتر العبير المرحب وهذا اسم قد يبدو جميلا ومن الصعب ربطه بموضوع حلقتنا لليوم لكن هذا لا ينتقص من فعاليته شيئا هاتين النقطتين توجدان في منطقة الخدين تحت بؤباء العينين والضغط عليهم في الوقت ذاته يساعد في تفريغ المسالك التنفسية وبالتالي إعادة القدر على شم الروائح الجميلة كالعبير الجميل ومن هنا أتى اسمها جربوا الضغط عليها إن كنتم تعانون من أنف محتق أو من ألم في العينين وللمهتمين بجمالهم خاصة من الإناث فقد يهمكم أن تعرفوا أن لهذه النقاط اسما آخر هو نقاط جمال الوجه والضغط عليها قد يحسن من صحة البشرة أما تدليكها يوميا فقد يساعد في التخلص من حب الشباب والنقاط السوداء على البشرة ويحسن من دواران الدم وإكساب البشرة نظارة وسحة المظهر الملائكي للحصول على مظهر جميل يتوجب تدليك المنطقة الممتدة على طول الفك من أسفل شحمة الأذن حتى الضقن والنتيجة ستكون استراحة عضلات الوجه وتأخير ظهور التجاعيد وعلى ما تتقدم في السن ويسادة النعيم المنطقة التي سنتحدث عنها الآن توجد خلف الرأس أسفل الجمجمة بأصبع أو أصبع فقط وهي عبارة عن عضلات محيطة بالعمود الفقري أعلى الجسد ويكفي تدليكها لبضعة دقائق بسببتين لتقليل تأثير صدع لتعامل مع التعب والدوار والتوتر وحتى السعال وإن كنتم تعالون من الأرق فتدليك هذه المنطقة قد يغير حياتكم لكن سيتوجب عليكم تدليكها بشكل متكرر من أجل الحصول على نوم مريح قصر الريح مكان هذه النقطة قد يصعب على البعض إيجاده فهو واقع أعلى الرقبة وأسفل الجمجمة أي في المنطقة الواقع بينهما ويمكن الاستفادة منها عبر الضغط عليها بالسبب لدقيقة ودقيقتين مع التنفس العميق والتركيز الشديد ما سينتج عن الضغط عليها والإحساس بالراحة خاصة في الجزء العنوي من الجسد وبالضبط ما يعلو فوق الكتفين من رأس بمكوناته من عينين وأنف وعضلات وغيرها وهو ما سيساعد على مواجهة توتر الصدع وحتى نزيف الأنف وتدليكها قد يرفع من فعاليتها أكثر خاصة بعد يوم عمل متعب أو في الأيام التي تأتي بأحداث مزعجة ومحزنة منطقة الصدغين هناك خمس نقاط ضغط في كل صدغ وتشكل منحن أعلى الأذن ويمكن أن تفيد في التعامل مع الصدع النصفي والألم الذي يلحق بالرأس خاصة عند التوجه تحت الضغط وللاستفاد منها يكفي ضغطها كلها مع البدء بالسفلية حتى العلوية مرورا بالنقاط الأخرى كلها نقطة منحن خط الشعر نقطة القيادة المحور السمائي الأبيض العائم وبوابة الرأس وعند التوجد في مكتب مليء بالموظفين مشدودي الأعصاب قد يصبح المعتمد على تدليك هذه المنطقة الشخص الوحيد المرتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر